بديت أمشي طبعا خلاص في ذاك اللحظة يخيل لك كل شيء أصوات رواح حيوانات يعني فعلا مكان جدا وخصوصا إذا كانت جبال تحفك الحقيقة طبعا هم عرفوا منين بنزل وراحوا ما وصلت إلا الله يكرمك الجزمة وتقطعة الأرجل تنزف دم يعني صبوا علي جراك الماء شبه يعني لا يمكن أن تفهم الاتجاهات الجغرافية في القرآن الكريم إلا إذا جعلت الشرق هو الأصل ونسبت باقي الأمور السلام عليكم ورحمة الله أدعي مردي باني حييكم فأهلا بكم حلقة هذه حلقة مميدة ستغير مفاهيمك بشكل كبير بعد ما أسمع هذه الحلقة لما تقرأ القرآن لما تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعيش في المملكة وتتنقل بين مدنها وقراها أنا بس كده نص ساعة جلس مع الأستاذ الدكتور عبداللقاضي تغيرت عندي مفاهيم كثيرة فما بالك لما تسمع الحلقة الكاملة أو لما تقرأ الكتب يعني عشرات الكتب راح ندخل ما رو نحرق عليكم الحلقة لكن ندخل لأشياء كثيرة قبل أن ندخل في الحلقة أريد أن أشكر جامعة الأمير مقرن على الدعم والاستضافة لنا في هذه الحلقة فشكرا لهم ونسأل الله لهم التوفيق في البداية دعونا أعرفكم على ما شاء الله السيرة الذاتية 31 صفحة وقليلة في حق الأستاذ الدكتور عبدالقاضي لكن بشكل مختصر عن الدكتور عبدالله هو الأستاذ الدكتور عبدالله بن حسين القاضي وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي لديه براءتين اختراع وكذلك عشرات الكتب في السيرة النبوية الأمياء الحجرية بالبعض يمكن أول مرة يسمع بها لكن سنعرج عليها السيرة النبوية بكثير من المواقع الشرق هل الاتجاه الصحيح هو الشرق والشمال بعد ما تسمع الكتاب وتسمع هذه الحلقة أنا متأكد أنك راح تغير كثير من المفاهيم في البداية أن نرحب الأستاذ الدكتور عبدالقاضي يا مرحبا نحياك الله أهلا وسهلا وأنا شاكر مقدر الاستضافة وأثني على ثنائك على جامعة الأمير ميقرين على إتاحة الفرصة أن نحن نكون هنا والحمد لله على السلامة بعد مسيركم على طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة المدينة المنورة الله يحفظك ويعطيك العافية حنا انتهينا من طريق الهجرة النبوية مشينا سير الأقدام بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان المعلومات الأساسية التي وجدنا منها خط الطريق وكذا عند الدكتور عبدالقاضي يعني عمل جهد جبار أنا أبغى على أساس المشاهد يفهم الفكرة كاملة فأنت خصصك في العمارة والدراساتك العليا أنت استفدت منها بشكل كبير ففي البداية خلنا ندخل من بعد الثانوية أنت بعد ما يعني درست الثانوية أشيء الدراسة التي تجهت لها أنا لما خلصت الثانوية رحت أمريكا لأنني خلصت الحقيقة في سنتين ونصف الثانوية كان أيام اللي يسمونها الثانوية الشاملة وبالتالي لك أنك تأخذ بعض المواد في الصيف وتخلص قبل فالفصل الدراسي هذا مع الصيف كان فرصة لي أني أروح يعني وأستفيد وفعلا سافرت إلى أمريكا وأخذت كرسات في الجامعة وبرضو في اللغة وكنت قبلها أسافر الحقيقة والوالد يعني حريص على المعرفة وعلى العلم وعلى الإطلاع ويكون فعلا فيه فائدة كبيرة يعني الإنسان الحقيقة هو مركب عن يعني عدد من المدخلات سواء الوالدين والأسرة والبيئة والمكان اللي أنت تعيش فيه لا يستطيع الإنسان يدعي أنه هو منتج نفسه وبالتالي لما ذهبت إلى أمريكا وفعلا كان يعني نظام حتى نتكلم على نظام فيما يتعلق بالمسافات والمقاييس وهذا يمكن قدح في الذهن ومثل ما تفضلته سنتكلم عن القضايا اللي هي الامبريال سيستم أو النظام الامبريالي اللي يستخدم الأميال ويستخدم الذراع ويستخدم القدم طبعا كان يعني الرغبة عندي أدخل مجال الهندسة هي المعمارية وفعلا أنا رجعت والتحقت بجامعة الملك فيصل كلية العمارة والتخطيط اللي تحولت إلى جامعة الدمام ثم تحولت إلى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لكن في ذاك الوقت كان اسمها جامعة الملك فيصل بالتحديد كلية العمارة والتخطيط كان هناك كليتين كلية الطب كلية العمارة والتخطيط فكان الأمر الحمد لله يعني متاح يعني لكن أنا كان رغبتي وشغفي زمان كان يقولون الطب لا هو اللي بيطلع أكثر نجاحاً والأكثر يعني سمحت لي أنا بعرج على النقطة ذي أنا في رأيي شخصي كل التخصصات مهمة وكلها لها مكانتها وأنت الذي يصنع المستقبل وأنت اللي تصنع الحقيقة أهمية هذا التخصص يعني وذلك يمكن حديث الهجرة والطرق كله تاريخ وجغرافيا في العلمين دولي بالتحديد يعني تاريخ وجغرافيا اللي هو الحياة كلها الزمان والمكان يعني وحوارنا هذا هو الثقافة فأنت الحقيقة اللي تصنع المستقبل لا يصنعه أنت ذكرت لي ثلاثيتك اللي دائما تعتمد عليها اللي هي الزمان والمكان والثقافة هذه يعني لابد أن تكون مع بعض لابد أن تكون مع بعض ولما أقول الثقافة أنا أسميها بيعني تعريف المالي اليوم اللي يسمونها الفينانشال انتراكشنز والترانزاكشنز لما أنت تعمل عملية بأنك تسحب فلوس أنت أخذت أكيد من صرف محدد في زمن محدد والعملية هي سحبت ألف ريال ولا مثلا أو داعت ولا صرفت هذه نسميها إحنا ترانزاكشن فأي حدث أنت تعمله هذا ترانزاكشن فما لك إذا كان يعني مربوط بثقافة بمعرفة وأنت يعني ودائما يكون أنك إما تفيد أو تستفيد لابد يعني أحدهما أو كليهما فلما دخلت كلية العمارة عندك ثنين ماجستير صحيح طبعا أخذت البكالوريس في العمارة الهندس المعمارية ثم أخذت ماجستير كان برنامج للتو فاتح في جامعة الملك فيصل في الاربنان درجينال بلانينج اللي هو التخطيط الحضري والأقليمي ثم لما ذهبت إلى أمريكا أخذت برضو في الدراسات الحضرية ماجستير آخر وأخذت الدكتوراه في التخطيط الحضري والأقليمي من طبعا من جامعة بورتليند جميل اللي أنا ليش أنا دخلت في السيرة هذه أبغى أعرف التخطيط الحضري كيف استفدت منه طبعا الدكتور عبدالله له مؤلفات في السيرة النبوية كثيرة وحتى تحديد المواقع خلنا ننتقل الآن للسيرة النبوية يعني أبغى أشوف يعني بعضهم يدرس دراسة كاملة بس ما يستفيد منها في واقعه أنت كيف استفدت من الدراسات اللي استفدت منها الحديثة في إسقاطها على السيرة النبوية والأماكن طريق الهجرة وغيرها من الأماكن طيب أولا أنت عندك ما يسمى بالتولز والوسائل وهذه اللي هي تعتبر يسمونها المهارات في المهارة العلمية وفي مهارة الأدوات التحليلية تتكلم على الإحصاء تتكلم على مثل اليوم الجاي اس الجي بي اس هذه كلها حننسميها تولز أدوات أنت تستخدمها والطريقة التعرف على الأشياء طريقة الكتابة كل هذه أدوات أنت تستفيد منها وتعرفها وهذه الحمد لله الواحد يعني أخذها من ما في شك من بره ودرسه واستثمر فيها وامتدت معه طبعا التخطيط الحضير والأقليمي يعني ما بقل يمتاز ولما قل يمتاز مو معنى أنه أعلى من العمارة لكن يغايرها أنه هو على سكيل أكبر على شكل أكبر طبعا نحن لما نتكلم في التخطيط الحضير والأقليمي نتكلم من الأشياء المهمة والعناصر المهمة نتكلم اللي هي استعمالات الأراضي واستعمالات الأراضي هي تتفرع عنها عندنا إسكان يعني الأرض هي عبارة عن إسكان أنا قرأت الكبحثين عن الإسكان بالضبط وأنا طبعا الدكتوراه كلها في الإسكان وتأثير يعني النظم والتشريعات على أسعار المساكن فكانت على النطق المعمارية برضو أنا متخصص في الريل استيت يعني العقار ما العقار كمتخصص يعني ودكتوراه حقتي فيها و هذه تعتمد كثير على الديتا البيانات والمعلومات و ذلك أنا عندي شغف كبير و داخل في الديتا والبيانات و تحليلها و يمكن هذا العكس على يمكن الأبحاث تجد أنها كلها أشياء رقمية و فيها أرقام و هي أقرب و مقنعة يعني نسميها إحنا objective ما هي subjective يعني موضعية أكثر مما هي بمجرد عاطفية يعني الأخذ والعطى بالنقاش يعني قابل الأخذ والرد فعندنا الاستعمالات الإسكان عندك اللي هو الاستعمال التجاري عندك الاستعمال الصناعي عندك الاستعمال العام الخدمات و ما الخدمات و غيرها سواء مساجد أو مدارس أو قطاع صحي و غيرها و عندك اللي ربطها اللي هي network transportation الشبكات فهذه يعني الطرق هي تعتبر مثابة الشرايين في الجسم الشرايين في الجسم هي مثابة الطرق في المدينة و المدن و بالتالي يعني أتى فكرة أنه كيف إحنا هالطرق التاريخية التراثية نستفيد منها و بالتالي ننتزع منها لأن في التخطيط عندنا إحنا اللي هو نسميه المعايير التخطيطية عندنا معايير تخطيطية اللي هي المرافق العامة المساجد كم تبعد عن بعض المستشفيات كم تبعد عن بعض بل المخابز كم تبعد عن بعض لما تجي تعطي ترخيص رياض أطفال و غيرها من هذه الأمور فهذه المعايير مبنية على طبعا حاجة الإنسان مبنية على قدرة الإنسان على طاقة الإنسان طيب أنت الآن عندك ما الدخام اللي هي إن أردت تتكلم على يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة كلها لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد منذ أن ولد إلى أن توفي وهو في حلوة رحال تقريبا يعني جزء كبير من حياته وهو متنقل و لما تقول متنقل يعني امتد إلى الشام شمالا و ذهب إلى الجنوب اللي هو سوق حباشة و ذهب بالغرب حباشة جهة القنفذة جهة القنفذة تجد أنه راح باتجاه الشرق إلى ذات الرقاع عند الحناكية اليوم بالغرب راح إلى ذات العشيرة فلما تشوف تحركات النبي صلى الله عليه وسلم و المسارات و عادة تكون إما عاد على طرق رئيسية معروفة مثل طرق القوافل أو بعض الأحيان مثل الهجرة يحاول يروح في الطرق الفرعية وهذا يسوقنا سؤال الهجرة الآن يعني بس أنا بدي أكمل نقطة فمثلا أنا لي بحث اسمه الخصائص التخطيطية للمساجد في العهد النبوي الأحيان جميل للأحيان الخصائص التخطيطية للمساجد في العهد النبوي فكرته هو أنا تتبعت طبعا كثير كتبوا عن المساجد في المدينة المنورة ومعروف يعني لا يظن أنه فقط كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحرم النبوي اليوم أو مسجد قباء أو مسجد القبلتين لا هناك عدد كبير من المساجد في رقعة محدودة تتكلم في كتلة المدينة منورة نفسها اللي هي مدينة نبي صلى الله عليه وسلم لتسمى المدينة طرى لم تتجاوز كيلو في كيلو وستمائة متر كيلو؟ يعني في ألف متر في ألف وستمائة متر كم كم فيها مسجد هاجد؟ عدد من المساجد واطلع بره طبعا بر السور لما نقول طبعا تتكلم إلى أحد وتتكلم إلى قباء طبعا من المسجد النبوي إلى قباء تتكلم على ميلين اللي هي ثلاث ألاف ومائتين متر عندك مساجد عديدة جدا طيب التباعد بينها والتقارب وشي اللي يخلي هذول يصلون في مسجدهم ما يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحاولنا نطلع مسافات معيارية من ذاك العهد وطبعا الاعتماد على الرجل والمشع الرجل مع النوع فيه دواب وش النتيجة؟ النتيجة أنه المسافة يعني بين المسجد بحيث أنك إنت من مكانك من مكانك إلى المسجد تصل إلى مئة واربعين متر إلى المسجد يعني بمعنى أنه بين المسجد والمسجد تصير مائتين وثمانين متر على أساس لما نأخذ المنتصف في المسجد والمسجد طبعا لكذا الحديث لما قال دياركم تكتب آثاركم ما في شك هذا مطلوب لأنه بني سلمة معروف هذا في المدينة منورة وهذول يبعدون يعني حوالي ميلين ونصف أنا اسمح لي سأستخدم الأميال لأن أنا مع كثرة استخدامي وبرمجتي خلاص تحولت إلى رجعت مش تحولت رجعت إلى النظام الفطري الأصلي ولما نصل لها راح يفهمون الناس ليش أننا نستخدم الميل ولا نستخدم المتر لأنه في العهد النبوي كانوا نستخدم الميل إلى قبل مائتين سنة لا يعرف بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا ليكونوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أنتوا اجلسوا يعني مكانكم وتكتب آثاركم سواء أنتم أردتم أو تصلون في مكانكم أصلا الموبيلتي يعني ليس أمر ممدوح أنه أنت كل شوية يغير مكانه لأن الإنسان إذا ما استقر في مكان ما يعمره فأنت تريد أن تعمر هذا المكان فتؤكد وإذلك يعني بغض النظر عن قوة الرواية يعني صحت أو تصح أو على ضعف لكن معناها صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على وادي العقيق وقال هذا الوادي أتيت من الوادي لعائشة وش قالت له ألا ننتقل يا رسول الله يعني طبعا من ناحية الحديثية قاد البعض يعترض هذا الحديث أنا ما أتكلم عليه أنا أتكلم عن المعنى قال كيف وقد يبتنى الناس يعني لما الناس جاءوا وبنوا ودفعوا مبالغ إحنا يمكن نقدر عندنا قدرة لكن الناس ما يقدرون ففي تكلفة اقتصادية على الناس فهذا عندنا إحنا في التخطيط هذا فيه ملمح وبعد اقتصادي بعد طبعا تخطيطي كلما كان الإنسان الحقيقة مستقر كلما كان ارتباطه بالمكان وبالأرض أكبر وتعلقه وتشبثه ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أولد في المكة عنده فيه تعلق لولا أن أهلها ما خرجت أنا مشيت طريق الهجرة السؤالي هو الطرق واضحة وفي شبكة يمكن يوم أو يومين ما وجدنا يعني اتصال بالنت سهل أنك مع النت والجوجل ما بالجوجل ايث أنك ممكن تجد الأماكن لكن أنت بديت قبل عشرين أو كم قبل عشرين سنة ما النت ما كان فيه كيف استطعت أنك تحدد هذه الأماكن معنى أماكن أحياناً ما يقابلنا فيها بشر ولا أي حي فكيف بدهت في الأمر هذا طيب أولاً ما في شك أنه توفيق الله عز وجل أولاً فكرة يعني الفكرة كيف وجدت بعدين كيف استطعتني أنا بدأت الحقيقة بفكرة أني كيف أستفيد من السيرة المكانية جغرافية السيرة النبوية يعني كنت أردت الحقيقة أن أضبط المعالم في السيرة النبوية من ناحية المكانية لأن إحنا مرة أخرى كمعماريين مخططين يعني لا بد أنه المكان له دور ومعرفة وعننا نتكلم مع تكلم فيزيكل يعني التخطيط في عندنا التخطيط الاقتصادي وعندنا التخطيط التعليم وفيه التخطيط الآن كل شيء يتكلم خطة استراتيجية للصناعة خطة استراتيجية لكذا نحن نتكلم عن فيزيكل المدينة وتركيبتها ونشوءها وتطورها ونموها وبالتالي المكان أنا أردت أني أشوف الأماكن وحتى أنت لما تقرأ في السيرة مثلا تبي تعرف طيب المكان هذا لم يقول راح من كذا لا كذا الناس تتصور أنه يعني مثل ما يقولون قفزة ولا هي تراها ولا تراها ورا الباب لا فيه عناء وفيه تعب وفيه روحة ولذلك أنا الرحلة الأولى لما طلعنا ومشينا طريق الهجرة أخذنا الأطفال معنا أنا كان أخذت أولدي أثناء من الزملاء أخذوا أولادهم وفعلا هم استشعروا أن المسألة فيها جهد وفيها تعب ما هي بسيط يعني لابد الإنسان يستشعر مرة أخرى فجاء فكرة الحقيقة أنه طيب طريق الهجرة النبوية هذا لما تقرأ في سيرة من هشام فطبعا خرج من خوخة دار أبي بكر طيب وين خوخة دار أبي بكر بعدين أخذوا إلى الغار من الغار أتهم الدليل بعدين ذهب إلى الساحل من الساحل إلى أسفل عسفان من أسفل ليس ضرب ترتيب أسفل أمج بعدين على مثلا ثنية المرأة وعلى ماء أحياء على لقف على مدلجة لقف على مرجح مجاح على مدلجة مجاح على ذي العصوين وعلى الأجرد وهلما جرة حقيقة هذه يعني رموز لا يمكن تعرف بالضبط يعني بعضها تغير مسمياتها وبعضها في أماكن نائية ما أحد يعرفها فبدأت الحمدل العز وجل يعني أقرأ النصوص تقرأ الكتب وطبعا يعني شهادة حق أذكرها الشيخ آثق البلادي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه على طريق الحجرة هو اجتهد وطبعا الرجل ميداني وأنا قابلته مرارا وأنا أعتبره أستادي يعني ما في شك وإن كنا يعني في الطريق يعني الحمد لله بس أنت اخترت أحيانا في بعض الأمواب ما اتفقت معه ما اتفقت معه وذكرت له هذا الشيء وقال لي أكتب هذا ودونه فأنا قلت له لا أتجرأ أني أكتب وأدون يعني من بعدك يعني على أنا أفضل أني منكم ما أذكرها أحسن قال لي لا أنت تكتبها وأنا اللي بكتب المقدمة للكتاب وهنا يعني لفتة كيف أن الإنسان لما يختلف مع الآخر يعني فيه الحقيقة رقي في التعامل مو معنى أن اختلفت معنى خلاص تصير مسألة شخصية فهذه مهمة جدا فبدأت الحقيقة طبعا أولا جمعت كل ما كتب عن الهجرة النبوية كل حتى الخرائط اللي رسمت وحتى اللي تدرس في المدرسة حتى الكروكيات أنا سميها ولذلك لي ثلاثة أبحاث الروايات جمعت كل ما كتب حول طريق الهجرة طريق الهجرة النبوية كل ما كتب يعني من رواية من حديث من كلها وحاولت أجمعها حتى عندي مكتبة أصلى الهجرة النبوية يعني الجمعة تقول شي الروايات بعدها الثاني الكتاب الثاني وبعدين فيه اللي هي الخرائط وكان أول كروكي خلنا نسميه كروكي أو خريطة يعني مبسطة نحن نسميها باللغاتنا المعمارية سكماتيك يعني تكون بشكل سريع اللي هي خريطة عتق البلادي هو آخر من كتب كرواية وأول من كتب خريطة كرسم وأنا ذكرت هذا الشيء وتتبعتهم الرواية كانت عشرين ولما أقول رواية لا أقصد رواية حديثية رواية تاريخية وأنا نبهت على هذا الأمر وأما من جاء وكتب كتاب وكرر هذا لا يعتبر رواية يعني حتى ابن منظور يعني أنا هو ناقل عن ابن عساكر لكن أنا ذكرته لأنه هو الوحيد اللي حفظ لنا الجزء المتعلق بالهجرة ما وجدت هذا الجزء المفقود الخرائط يعني سواء مثلا مركز دراسة وابحة المدينة سامي المغلوث له أطالس معروفة كل من كتب خليل شوقي شوقي أبو خليل توفي رحمه الله تعالى وقابلته وجلست معه كلهم وأودعتها في بحث برضو وعملت لها يعني زي ما تقول معايير لأنه عندنا في علم الخرائط أنا كنت أدرس كارتوغرافي علم الخرائط ولنا معايير وحطينا المعايير هذه وثم أشياء المعايير كده مختصرة يعني بشكل هل تحتوي على مقياس رسم هذا مهم جدا هل واضحة هل في يعني اللي جند اللي هون سميه مفتاح الخريطة الاتجاه شموليته بعضها تكون مجتزة بعضها يحط لك خط يقول لك هذا طريق الهجرة يعني بأي شكل من الأشكال وتنتشر هذه وتقبلون الناس طيب لتقبري بالذهن لكن دقة وتمشي عليها ما يمكن تحتاج أشياء نحن نسميها مساحية علشان إنك فعلا تمر عليها وتمشي عليها بإحداثيات بدقة ثم هذه أرسلتها الحقيقة لمتخصصين وقلت كل واحد يقيم هذا العمل فالتقييم ليس من عملي أنا في الخرار تقييم الناس المتخصصين هم اللي يقيموا وبالتالي خلصنا إلى نتيجة إن نحن نحتاج إيجاد خريطة يعني رقمية شاملة واضحة طبعا الميدان هذا حدث ولا حرج هذه معلومة مهمة كم كيلو أعرف أنك سافرت كثير لكن كم قطعت يعني مسافة طبعا يعني الرحلات كثيرة جدا وهذه مرصودة من واقع الأجهزة الجي بي اس و التراكس لكن الآن أقدر أقول لك كأني لفيت الكرارة الغضية ثلاث مرات مجموعها هذه في سبيل معرفة طريق الهجر النبوي الهجر النبوي ويدخل طبعا معها طرق أخرى يعني خلنا نقول الهجر النبوية أكثر من ثلاثين ألف كيلو ثلاثين ألف ثلاثين ألف كيلو تقطعها وعلى مسافات طويلة أنا مشيت أنا يعني لا قاطع الكلامك لكن أنا مشيت في بعض الآن الآن حاليا لبعض الأماكن يعني يومين مشينا ما قابلنا أي إنسان صحيح فأنت كنف قبل عشرين سنة يعني كان الوضع صعب جدا جدا صعب وجدا مخيف يعني أنا في مواقف عدة تعرضت الحقيقة للخطر يو الله ذكرنا هذي يوم تصلت عدفها المدني ويوم يعني مو أنا اللي اتصلت أنا الحقيقة كنت أحقق مقطع وطلبت من كان معي زميل ومعه آخر وأنا ماشي معي واحد حقيقة من أهل الديار بالمناسبة يعني يعني جدا ناس تتساعد كبيرهم وصغيرهم ورجلهم ورجالهم ونساءهم يعني هذول لما تمر عليهم ولذلك أنا دائما لمقولة أنه الحقيقة إحنا يجب نتجول في المملكة العربية السعودية على إحنا نشوف الكنز من القيم اللي عند صراحة أبناء هذا البطن يعني كل واحد يعني والله أنا أمس كنت الحقيقة في جولة ميدانية وأول أمس ممكن أنت الحقيقة تخطط على أنك تنجز شيء ما تقدر بسبب أنه يحلف عليك ويلزم عليك ولازم تجلس ولازم كذا يعني أنا أقول كرمهم يفسد على الباحثين 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 فالشاهد أنه اخترنا أننا أنا وواحد من أهل الديار بنمشي ودائما لما تصحب واحد منهم موض بالضرورة للدلالة بس برضو للتأمين لأنه الناس ما تتوحش منك أنت واحد غريب وفي أماكن يعني غير معروفة وإن كان عندك خلنا نقول موافقات يعني رسميا لا الناس طبيعتها كذا الشاهد أنه مشينا بعدين قتله هذا يوم نتحقق طريق الهجرة فقتله طيب إحنا الآن وعدنا ناس أوعدنا ربعنا الثنين هذا ولي في المكان الفلاني ما جاء قال لي والله صحيح بس قال لي خلني أطلب وبدأ الحقيقة يطلع فوق الجبال يطالع منا وطالع منا هو اختفع وأنا الآن الوحدي ساعة كم هذه بالضبط أتذكرها جيدا كانت الساعة تسعة وشوية الصباح أنا طبعا أنا أبدأ يعني جولاتي الميدانية حتى كنت لما أجلس في المدينة قبل الفجر أطلع يعني الفجر أصليه في الطريق عساس لأنه أنا ما ألتزم بالجو البارد لما تحقق ما تقدر تنتظر السنة الجاية مثل الحفريات لا بد يكون لا تضطر أنك تبحث وما يتمشي تحقلك علم بالضبط تبحث في الليل في النهار في الصيف وتتألم أنك يعني ما خلصت وأنجزت المهمة فالشاهد ما أخفيك أنا بديت أقيس كم عندي جي بي اس كم ما في إرسال طبعا كم أنا أبعد عن أقرب ردمية وشارع ممكن نشوف فيها ناس هذا عام كم تقريبا هذا يمكن يمكن 2007 جوال ما فيه ما كان الشبكات تشتغل عبدا 2007 ما فيه حتى قبلها طبعا أنا عندي أجهزة ثرية لما أطلع قروب لأنه مسؤولية طلع ناس تضطر ما أجبت للثرية لأنه ما خطر على البال حقيقة أنا كل ما أخفته لأن الجو حار من الجفاف موية ما فيه ما عندي موية ولا شيء لأنك أنت تقول كلها هنا وخلاص ما أخذت موية ففعلا يعني بديت أقيس المسافة وجدت أني ممكن يعني حوالي تسع كيلو تقريبا تقريبا وتخليني أمشي وما هي بسيطة بدوموية تسع كيلو مع الحر ما هي بسيطة الحقيقة بديت أمشي طبعا خلاص في ذاك اللحظة يخيل لك كل شيء أصوات رواح حيوانات يعني فعلا ما كان فعلا أنا شفتها شفتها وما كانت تنقطعا كل شيء جدا جدا وخصوصا إذا كانت جبال تحفك فبديت صوت الريح فبديت أمشي من واقع الـ 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 قارمن صغير جدا وأنا قارمن يمكن أول جهاز اقتنيتها في 1999 فمشيت إلى أن الحمد لله وصلت وإذا وصلت على الخط وصلت على الخط في راعي ونيت قال في ناس يدورونك هم خلاص عرفوا أنك أنت غريب وأن وفعلا أخذني عند بقالة صغيرة جدا متواضعة و أخذت كل الموء اللي فيها ورعافوا به الحقيقة و أجلس أفطر و ريح طيب أنا كان الهدف من ذيك الرحلة الحقيقة أنه أحقق ركوبة و المسار حقها هذه جلست فيها سنتين و أنا أتكلم لما خلصت ركوبة جلست حقق فيها سنتين سنتين ليش لأن الروايات فيها تمارب لما يقول لك فأخذ بهم عن يمين ركوبة أشيل طيب الطريق الأصح يعني ما يمكن أنه تقول الغائر عن يمين ركوبة ما تمشي صح فييمين هنا و هذا يقود لبحث الشرق و الاتجاهات يمين معناها جنوب جنوب ركوبة جنوب جمين يمين ركوبة اللي هو عن يمين ركوبة جنوب و هنا الألفاظ لا بد نعرف كيف مو يمين يمينك ثم تنسب الأشياء هذا بندخل الكتاب اللي هذا مهم جدا فهذه هذه المساة الشهادة أني بغيتها الحين أنا ننزل من ركوبة أنا طبعا اشتغلتها كثير لكن في مسار قلت لازم يكون من هنا الأخ اللي كان معي اسمه عادل هو اللي طلع معي قلت لي الله عادل ننزل قال لا والله ما أطلع خلاص أنا تعبان ولا أقدر طيب وانت فوق اي حين فوق وانزل ركوبة قال يا بدن أخوه اسمه طالع اتذكرها قلت لي الله يا طالع قال والله ما أكثر زميلي طبعا ما أعتقد أنه بوافق قلت والله أنا لازم أنزل وانا مرهق الحقيقة تو تأكد لازم أنا جاي لمهمة لازم نجزها ولي زندين وانا اشتغل خلاص سأتأكد حتى أنا تذكر يعني هذا المقطع ما عندي صور جيدة ليش قالوا أنت انزل ونحن نطالعك روح وفعلا بدت أنزل وإذا طحت بننزل وبدت الصور يعني شفت لي لقطة قريبة بعدين أبعد 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 لأنهم يلقطون لي بالصور ما فيه سلفي ما سلفي مثل هالأيام وش أستفيد من سلفي أنا من التوثيق الحقيقة طبعا هم عرفوا منين بنزل وراحوا ما وصلت إلا الله إكرمك الجزمة وتقطعة الأرجل تنزف دم يعني صبوا علي جراك الماء شبه يعني نزلت لهم وراحوا لهم لا أنا نزلت هم راحوا بالسيارة في نقطة حنم حددينها فبدأوا يعني غسلوني حتى لي جهد جهد كبير جدا جدا طبعا غير الحيات مثلا لما كنت أنا نازل من يعني غار ثور كان وراي واحد من الزملاء وشفني زيلي بسقط يعني هو خاف أني أغمع علي ولا تعبت وإذا هو حية مرت علي يعني فالحمد الله عز وجل تتعرض في هالمواقف طيب في الليل ما قابلت جن ولا فيه أبو نوير يسمونه أبو فانوس أبو كشاف هذا أنا حقيقة أنا قل شفته عنده ركوبة ركوبة حتى قلت أني ظننت أنه يعني رجل يؤشر كلمت كان معي أربعة فقلت شوه هنا قال لي قلت يمكن أحد استنجد أشر ناله بالنور عندنا ما أجاوب شوية في الجبل الثاني شوية في ما أدري قابلت زي الأشياء هذه ولا ما قابلت